بشأنه نفوذ الميليشيات في العراق ودخورهم في سباق الصراع على المناصب معنا هاتفيا أمين سري مجلس شوق عشار الثورة العراقية شيخ يحيى سنبول مرحبا بك إذن بحسب تصريح لأن أفاق الشيخ علي فإن العدد الفعلي لأفراد ميليشيات الحجد هو 48 ألف منتسب لهذه الميليشيات يصرف أو تصرف هذه الأموال من ميزانية الدولة بحسب قول النائب فاق الشيخ علي تصرف رواتب 82 ألف يعني من المستفيد من هذا الفساد برأيك شيخ يحيى في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق حاليا أحييك وأحيي مشاهدي قناة الراقبين وكل عام وأنتم بخير وأنتم بخير حقيقة ما يجري في العراق منذ بداية الاحتلال هو مشروع فساد كبير يقال كل مؤسسات الدولة وكل وزاراتها والحشد جزء من هذه المؤسسات سواء من ارتبط به بما يسمى القائد العام للقوات المسلحة أو من يتبع إلى الولي الفقه في إيران وهؤلاء كلهم يستنمون أموالهم أو مرتباتهم من الخزينة العراقية ولذلك هذا شيء طبيعي عندما ترى مثل هؤلاء الفاسدين الذين يتحكمون بالقرار السياسي والاقتصادي في العراق أن تجري هذه عملية التزوير على الأسماء فقبل ذلك قد يشرت أسماء لوزارات أخرى بل ولحتى متقاعدين ولأشخاص يستنمون أكثر من 15 راتبا في الشهر فيما يتضور الباقي في الجوح ولن يحصلوا حتى على وظائر نعم ما ذكره النائف حول وجود فضائيين في الحشد الشعبي هذا شيء واقع وواضح لأن لا يوجد مثل هذه الأرقام بهذه الحشود أو هذه الأقواج المنتشرة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى فأغلب هذه الألوية لا يمكن أن تتعدى إلى 500 شخص أو هذه الأقواج التي تمثل هذه الألوية وتنتشر في مناطق معروف فلا يمكن الوصول إلى هذا الرقم مطلقا لذلك هذه تعتبر فضيحة كبيرة للماسكين بالأمور ولهؤلاء الذين يدعون الدفاع عن العراق وهم يحسبون لأنفسهم رواتب مضاعفة من قوة الشعب العراقي إذن ألا ترى أن من مصلحة قادة الميشيات وأفرادها إبقاء النظام الحالي كما ذكر موقع أتلانتيك كونسل أمريكي حتما هؤلاء يقاتلون على إبقاء هذا النظام القاسل لأنهم مستفيدين ثانيا جزء من هذه الأموال تغطي نفقاتهم وأسلحتهم وفسادهم بشراء الأراضي والفنادق والدور والصرق على ملذاتهم إضافة إلى ما يذهب من هذه الأموال باتجاه إيران لذلك هم يحاولون الإبقاء على هذا النظام السياسي الفاسد بل ويدافعون عنهم لأن مصلحتهم مع بقائه وعندما يأتي هناك من يحاول أن يصلح الأمور سوف يصدد بهذه المجوه وهذه العقبات الفاسدة التي يجب أن يقتلعها من الأساس لأنهم هم أساس وجود هذا النظام الفاسد وهم أساس بقائه من أجل التحكم والسيطرة على موارد الأراضي إذن ستتشبث هذه الميليشيات أكثر بالمناصب والمكاسب التي حققتها منذ سنين طويلة ولكن كيف تتوقع أن يتعامل الكاظمي مع هذه الميليشيات في ظل الضغوط الدولية التي تمارس عليه إقليميا ودوليا الكاظمي هو جزء من هذه الوجوه التي جاءت بعد الشامسة ولكن هذه الضغوط الدولية التي تمارس عليه فلا أولا به أن يسير على منهج بناء المؤسسات الحقيقية وتنظيف العراق أو تنظيف هذه المؤسسات من الفاسدين حتى ولو بجزء واضح للشعب بأنه يعمل على تنظيف هذه الوزارات وهذه المؤسسات ولو لوحظ أنه عندما شكل هذه الوزارة هي على أساس فزبي وقائفي ولا يوجد فيها أي تغيير لذلك الكثير من الشعب هو في حالة إحباط ولكنه يعتمد أو يعاهن على القرار الدولي في تغيير المسار لهذه العملية السياسية الفاسدة التي أتت على الأغمر واليابس في العراق والتي أصبحت مرتهنة بالكامل للقرار السياسي الإيراني لذلك الكاظمي لا يمكن أن نعول عليه إلا بعد أن رأينا هناك عملا جادا وحقيقيا في تغيير بعض مسالك هذه الوزارات وتخلصها من الفاسدين وعليه أن يقدم الرؤوس الكبار من الفساد بدل أن يذهب ليستجد الأموال الدول العربية لو اتصل بسكرتير رئيس الوزراء كان حصل على هذا المال ولربما أربعة أضعار وهناك من الشيطان الفاسد الكبير التي امتلأت بطولها بالمال الحرام من هي تجلس الآن مع الكاظمي وهي تملك عشرات المليارات من الدولارات ولا يحتاج العراق إلى هذه الاستجراء من الدول لو كان هناك مؤسسة قضائية حقيقية تحاول تنظيف هذه الوزارات وإعادتها إلى مسارها الصحيح ومحاسبة الفاسدين عما اقترفوه من سرقات كبيرة من موارد العراق شكرا جزيلك مينسر مجلسيو عشاء الثورة العراقية الشيخ يحياء السنبولي